الحمد لله الذي خلق الموت والحياة ليبلو العباد أيهم أحسن عمل وجعل العمل الصالح وسيلة الفلاح ودليل الهداية وعنوان الصلاح وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال تعالى والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون إن العمل الصالح أيها الأحبة الأفاضل وزاد المسير إلى الله تعالى في هذه الرحلة الدنيوية العاجلة حتى يصل المؤمن إلى رضوان ربه ورحمته وأصحاب العمل الصالح هم ورثة النعيم المقيم في الجنة وعندما يدخل المؤمنون الجنة بعملهم الصالح فلهم عند الله أعلى الدرجات لقوله تعالى ومياته مومنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلا وفي الدنيا سيجد أهل العمل الصالح المحبة في القلوب جزاء على عملهم لقوله تعالى إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودى وقد وعدهم الله بالتمكين والنصر والأمن والاستخلاف في الأرض قال الله جل وعلا وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي رتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنى يعبدونني لا يشركون بي شيئا والعمل الصالح هو وظيفة المؤمن الذي لا يكاد يفرغ من عمل حتى يشرع في عمل آخر مصداقا لقوله تعالى فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب لأن المؤمن على طول حياته لا ينفك من العمل الصالح الذي هو قرين الإيمان برب الأكوان فلا إيمان لمن لا عمل له أيها الأحبة الأفاضل علينا أن لا نتكاسل أبدا عن العمل الصالح خصوصا في هذه الأيام وأن نغتنم الفرصة للتخير من صنوف العمل فنحن في شهر محرم الحرام والعمل الصالح يتميز بميزة عظيمة لأن الأجر فيه مضاعف والثمن أكثر والعطاء من الله وفير ومن الأعمال الصالحة المحافظة على الصلاة والصيام الذي هو من أجل القربات والصدقة التي هي في ذاتها دليل هداية قلبية وعملية للمؤمنين قال عنها النبي الكريم صلى الله عليه وسلم صدقة السر تطفئ غضب الرب نسأل الله تعالى أن يوفقنا للعمل الصالح وأي فيبنا خير الثواب وعظيم الجزاء وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المؤمنين والحمد لله رب العالمين ترجمة نانسي قنقر